احنا الهنا المسيح اللي هو الله لماذا نقول ابن الله المسيح لما كان عالصليب اما كان بيصلي وكان بيصلي المين المسيح هو عبارة عن انسان كامل زيه زيك بالضبط بس يفرق عنك في حاجتين انه تولد بدون اب وتولد بدون خطيئة اهد الحاجتين اللي يفرق عنه المسيح يسوع لو كانت ولد في الزمن بتاعنا وعايزين نطلع له شهادة ميلاد يا ترى هنملأ البيانات بتاعته ايه اسمه امه مريم واسمه ابوه يسيبها فاضية مش هتطلع له شهادة ميلاد بعد عنكم اللقيط اللي مالوش اب ولا ام الدولة بتعمله اب اعتباري وام اعتباري عشان يقدر يعيش في المجتمع تدي له اسم اي اب واسم اي ام اذا حبينا نكتب في الخانة بتاعت الاب بتاعت يسوع نكتب ايه اسمه ابوه ايه تقول لي ايه اسمه ابوه ما قدرش اقول ان المسيح ابن مريم لان احنا عندنا في العرب اللي يسمى باسمه امه اللي مش معروف ابوه يبقى تقول لي ابن قوط الله قوط الله هو الله عشان كده من ناحية الانسوت الانسان هو ابن الانسان ومن ناحية ارتباطه باللهوت هو ابن الله فهو بالكامل الله الظهر في الجسد هو ابن الله هو ابن الانسان هذه الاسماء الثلاثة الله اللي اتحب بالانسان ده ظهر في الجسد لما اتحب بالانسان لو بسط له من ناحية الانسوت تقول ده ابن الانسان فيه صفات الانسان الكاملة وفيه صفات الله الكاملة لو اروح تقريت الكتاب المقدس الاناجيل الاربعة بهذا الفكر تعرف يعني مثلا اضرب لك مثل يسوع تعب وجلس ليستريح هل الله يتعب لا طبع طب الانسان يتعب بما ان يسوع تعب وجلس يستريح يبقى فعلا انسان كامل طب تقول ازاي بتقوله عليها الله لان يسوع اللي تعب وجلس يستريح هو نفسه اللي قال تعالوا الي يا جميع المتعبين والسقلي الاحمال وانا اروحكم مين في الكون يريح التعبان غير ربنا جبتلك الصفة البشرية وجبتلك الصفة لها الالهية جاعة اخيرا عطش الله لا بيجوع ولا بيعتش الانسان يجوع ويعتش وبما ان يسوع انسان يبقى لازم يجوع ولازم يعتش وعلى فكرة لو مجعش ومعطشش ما يبقاش انسان تبقى الله من يقبل اليه فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعتش ابدا خلي بالك المسيح بيقول من يؤمن بي مش من يؤمن بالله من يؤمن بي فلا يعتش ابدا يعني يجد فيه الشبع ويجد فيه الارتوان المسيح مات على الصليب الله يموت حاشا الله ما يموتش لكن المسيح مات لانه انسان تقول لي بس انت بتقول ان الانسان اجرة الخطية موت والمسيح ما اخطأش مات ليه ايوة ما اخطأش وما يستهلش الموت فعلا ما كانش مفروض يموت لكن بما انه شل خطيتك وخطيتي والذي بلا خطية قد صار خطية لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه مات مات عنا طيب وكا ابن الله حي ايه دليل على حياته لا تدع تقيك يا را فسادا خرجت الروح من الجسد الروح الانسانية من الجسد الانسان اي واحد تخرج روحه من جسده اطعانه كده بالحربة الدمية تجلت مفيش حاجة كل اللي ينزل تشوت بلازمة صغيرين لكن ده يقولك فجر من جنبه دم وماء الوحيد الذي لم يعين فساد وده قال عنه مين داود النبي في المزمور لا تدع تقيك يرى فسادا عشان كده احنا عندنا التسباحة حلوة نقول قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت كالله يا من صلب عنا رحمنا دا الانسان فاللي مات الانسان يسوع وهو متحد باللهوت اللهوت ماسك جسده وهو في القبر ما فرقوش واللهوت ماسك روحه وهي نزل تخلص ادم وبنيه عشان كده لهوته لم يفارق نسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين ترجمة نانسي قنقر